تركيز إسرائيلي كبير على شمال الضفة المحتلة وتمدد للعمل المسلح في عدد من المدن والقرى هو ملخص مشهد المقاومة في الضفة منذ السابع من أكتوبر وعلى الأرض عمليات اجتياح متواصلة ومتكررة وأحيانا طويلة وقد وصلت في أقصاها إلى ثلاثة أيام في جنين والعنوان الإسرائيلي محاولة القضاء على المقاومة لكن جنين نفسها بعد ساعات من الاجتياح الأخير الكبير نفذت كتيبتها عملية إطلاق نار على حاجز دوتان العسكري رغم استشهاد 12 شابا واعتقال أكثر من 800 ليعلن بذلك سريعا أن المقاومة مستمرة وأن ما يريده الاحتلال لم يحققه لا سابقا ولا الآن ولن يستطيع كذلك هي الحال في طول كرم وتحديدا في مخيم نور شمس الذي تتنام فيه المقاومة ويشتد عودها حيث لم يستطع الاحتلال الوصول فيه إلى نتيجة رغم أربعة اقتحامات خلال شهر واحد لتصير نور شمس قلعة جديدة وحصينة للمقاومة كمخيم جنين كل هذا والأنظار مصوبة على غزة من جراء حجم الفاجعة الكبير هناك فيما يعمد الاحتلال إلى استنساخ الكارثة فكلما يخفق في الوصول إلى أحد المطاردين اغتيالا أو اعتقالا يدمر البنية التحتية بشكل مبالغ فيه في الضفة ليحاول قلب البيئة الحاضنة على المقاومين الملاحظ أن حراك الضفة يتأثر بقوة المقاومة في غزة وتماسكها ورغم التضييق على نقل الأموال والسلاح والذخيرة يثبت الشبان قدرة كبيرة على مواصلة العمل وأقل الواجب فيه التصدي للاقتحامات العنيفة لكن حراك الضفة لم يصل إلى ذروته بعد ولا تزال إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة تحاذران انفجارا شعبيا كبيرا يمكن أن يقلب المعادلة